السلام عليكم و مرحبا بكم معاكم فره من قناتي واتش اوم انصاف كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال اليوم ان شاء الله سوف نحضر معكم اطباق في الفرن اطباق مشوية رائعة جدا بدون قلي خالية من الدهون سوف نقدم معكم ان شاء الله سمك الروبيو اشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وتبرتجوا طبعا الفيديو مع احبابكم وصحابكم وبقاوا معايا الاخر الفيديو باش تشوفوا معايا جميع الاخر الفيديو المراحل لهذا الاطباق ديولي اللي كانت منه انهم ينالوا الاعجاب ديالكم لهم كيستحقوا التجربة لانهم جدا رائعين وعلى بركاتي لا فرجة ممتعة كم دوء اخواتي في الاول بطبق ديال السمك اللي غادي ندخله الفرن كيف ما كتشوفوا عندي هنا يا كيلو غرام من سمك ديال الروبيو انتم ما تقدروا تستعملوا الكمية اللي بغيتو على حسب الكمية اللي بغيتو طبعا غادي نغسلوه مزيان ونخليه تسقطر لي من ذاك الماء جيدا طريقة ديال الغسل ديال وراه سهلة البنات هنا غادي نمشي باش غادي نوجد تبليل اللي غادي ندير بها هاد السمك ديالي اللي عندي فيه هنا يا نصف كأس من دقيق ديال القمح غادي نرفقه بالمكونات اولى بالتوابل اللي عندي فيه هنا يا ملعقة من الكمون ملعقة من التحميراء القليل من الملح كذلك من الإبزار ونصف ملعقة من الزنجبيل غادي نمزيج هاد توابل ذاك الكأس اولا نصف كأس من دقيق الفينوت دقيق القمح كيف ما كتلاحظوا اخواتي هولا غادي نتبل به هاد السمك ديالي صراحة هاد تبليل البنات كتجي رائعة رائعة بزاف جميلة كننصحكم انكم تجربوها لانا فعلا تجي رائعة وكيجي الحوت مقرمش وكيجي الديد بزاف خصوصا انه ها غادي ندخلوه طيب في الفرن ماشي غادي نقلوه لانا كيف ما كتعرفو القلي غير صحي كيف ما كتلاحظوا اخواتي غادي ناخد السمك ديالي روبيو غادي نخلي برويس ديالو كيف ما تتلاحظو وغادي نحاول اني نفندو في ذاك التوابل اللي خلطها مع ذاك الدقيق على هات الشكل هذا كنا نفندهم جيدا جيدا بهذا الطريقة هادي سراحة هاد الدقيق هذا كيخلي السمك ديالنا انه يجي مقرمش مقرمش كيجي يعني في واحد تقرمش وكيجي رائع والديد بزاف كنتمنى هاد الطريقة تفيدكم وتجربوها ان شاء الله من اليوم ان شاء الله ما غاديش بقوا تقليو الحوت ديالكم لانه غير صحي كيف ما كتعرفو كياخد كمية من الزيت اللي هي كتير كتير بزاف وهاد شيرها ماشي صحي لنا لذلك غادي مدو اننا نوجدو الاطباق ديال السمك ديالنا في الفرن كيكون صحي وكيجي رائع وكيجي لديد سراحة ان شاء الله همني غادي تجربوه غادي تولي طريقة المعتمدة عندكم طبعا كيف ما كتلاحظو اخواتي غادي نكمل انا بنفس الكيفية كنا نفند سمك في ذاك الدقيق مع التوابيل على هاد شكل هادا وكن استفهم صفيحة اللي غادي ندخل هالفرن ومن اللي احسن انا ننفرشو لها الورقة ديال الطبخ غادي تكون اسهل وصراحة كتجي عملية غادي ندخل هم الفرن ديالي على درجة حرارة متوسطة وغادي نمشي باش غادي نوجد المرافقات اللي عندنا البطاطا اللي قطعتها بطاطا صغيرة اللي قطعتها ونقيتها وغادي نديرها في الماء غير طلع عليها الغليالبنات سافيكا نحيدها نخليها حتى تسقطر من الماء هنا غادي نرفقها بها التوابيل اللي هما عندي ملعقة من الكامون كذلك ملعقة من تحميره القليل من الإبزار والملح والقليل قليل فقط من الهريسة تقدروا تصغنوا عليها والقليل من الزعتر غادي نضيفه هنا جوش الملاعق كبار من زيت الزيتون او لا زيت المائدة حسب المتوفر غادي نخلط البطاطا ديالي مع التوابيل كيف ما كتلاحظو وغادي نجيب سينيال غادي ندخلها فيها الفرن باشط طيب انا هنا يدرت المقلع غادي نفرشها بالورق ديال تبغن نصرح علي هدوك البطاطس او الضريفة ديال بتاطا على هد الشكل هدا وو كندخلهم للفرن باش كطب معي هد البطاطا حتى كتتكار مش عد كنخرجها في نفس الاتناء غادي نمشي باش نحضر سلاطة الفواكه اللي عندي هنا يا الروز اللي سلقتو مع القليل من الملح روس غلاسية البنات عندي علبة من الطونة عندي كذلك البيض مسلوق عندي علبة من المايز درا عندي شرائح من الخيار كذلك شرائح من الطماطم وعندي سلسطة المايونيز كيفما كتلاحظو غادي نضيف للروز نصف العلبة بالزيت ديالها ديال الطونة غادي نضيف كذلك جوج معلغ كبار او لثلاثة ديال المايونيز القيد نضيف الكيمية ديال المايز يعني سعيدة ليوح الكمية قليلة للتزيين وغادي نضيف كذلك المايونيز المايونيز ذكرته في الأول لابنت خلط المكونات كاملين وغادي نجيب الطبق اللي غادي نقدم فيه السلطة ديالي كتجيبوا اي طبق لغادي تبنيو وتقدمو في السلطات ديال يالكم مشكلل يبقى حسب الرغبة في التقديم اللي بنات كنا نتفنوا في التقديم ديال اطباق ديالنا كيفما تتلاحظوا انا يا هنا بعد ما قديت الروز ديالي في الطبق غادي ناخد الشرائح ديال الطماطم وغادي نوضعهم في الجوانب على هات شكل هذا في الجوانب ديال الصحن كيفما كتلاحظوا هو عاتني اصلا واحد شكيل زوين جاني في التقديم ديالروز غزال بزاف هنا كناخد في الجوانب غادي ننستفدوك شرائح ديال الخيار بتشكل هذا كيفما كتلاحظوا غادي ناخد ديال الطون اللي خليت من قبل اولى اللي خليتوا يعني شيتو باش غادي نحطوه في التزين وكنوضعوه فوق من الروز على السطح ديالو بهذا الشكل هذا على هاد الطريقة نتوما البنات كتتفنو طبعا في التزين ديال طبق ديالكم تتقديم راه كيبقي اختياري ثم غادي نضيف كذلك دوك داك الماييس اللي خليت حتى هو كيعطي وكيعطي واحد للمنظر جميل لهذا الطبق كنزين بهم الفوق كيفما كتلاحظوا على هاد الشكل هذا ثم كننضيفوا طريفات ديال البيض اللي قطعتهم على هاد الشكل هذا ارا ساهل البنات باش تقطعوا البيض بهذا بهذا الشكل هذا قبل ما غادي نحط البيض غادي نضيف القليل من صلصة المايونيز للطبق عاد باش غادي نستف طريفات ديال البيض كيفما كتعرفوا البنات هاد صلاطة كتتصلح لهذا في هاد الوقت هاد في هاد الجو الحار كتتقدم باردك منعيشة رائعة بزاف كانت من اعجاب ديالكم بتقديم لي وراه بسيت بزاف هنا البنات بعد ما طاب لي الحوت او للسمك غادي نخرجوا من الفرن كذلك وغادي نجيب طبق ديال التقديم لي غادي نفرش لي هنا يلخص بعد ما غصلتوا جيدا وانشفتم الماء من بعدها غادي انهز الحوت ديالي وغادي نستفو كيفما كتلاحظو هكا فوق الخص هنا البنات انا راه تحيد لي الراس ديال الحوت لانه مكانش قابط مزيان معليش انتو ما ايلا كان قابط عندكم رويس فتقدموه بي وكيبقى حسب الاختيار كيفما كتلاحظو هنا بعد ما استفت السمك ديالي في الصحن غادي نرافقو هنا يا بطريفات او لدوائر ديال الليمون كيفما كتعرفوا الليمون كيتواته مع السمك غادي نضيف كذلك هنا يا بعد الحبيبات ديال الزيتون الاسود والاخضر كذلك غادي باش نزيين الاطباق ديالي بالطبق ديالي ديال السمك هنا البطاطا من بعد ما طابت وخرجتها من الفرن كيفما كتلاحظو كتجي جميلة ورائعة بزاف مقرمشة كتجي لدي دا وصحية هكا كيفما كتعرفو القالي راه غير صحي كنصحكم باناكم توجدو الاطباق ديالي بهاد الشكل هذا وكيبقى هذا هو الشكل النهائي ديال الاطباق ديال اليوم اللي وحضرت معاكم كانتمنى انه ينالوا الاعجاب ديالكم اطباق ليهما شاهيين ورائعين بزاف وصحيين كذلك طبق ديال السمك الروبيو اللي كيجي رائع بزاف ولديد ومقرمش كانتمنى انكم تجربوها البنات وكيستحق تجربة فعلا وصلطات الخضار كذلك اللي كيجي رائعة بتقديم بسيط بسيط بزاف كانتمنى انه هنا الاعجاب ديالكم والبطاطة كذلك في الفرن اللي كتجي مقرمشة ورائعة كانتمنى الاطباق ديالي وما ينالوا الاعجاب ديالكم وتستفدو منهم وكنقول لكم من هنا يا شكرا لكم بزاف وشكرا على التعليق لك تخليوا اليوم شكرا على المتابعة ومن هنا كنقول لكم الى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله معاش هواتش ام انصف دمتم بعراء برعاية الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة